السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة يوميات مربي ارانب وسمحون يا جماعة ان انا ما كنتش بنزل فيديوهيات خالص تمام؟ النهاردة انا هعمل فيديو ده علشان كان فيه ناس محترمة اشخاص محترمة كانوا بيقولوا ان اشر البطيخ بموت الارانب انا عايز انكم تتفرجوا وببصوا بس بص الارانب اللي فوق شايفيني اراني من فوق عملة ازاي؟ بصوا اراني بتاحت هي بتلفل في العين زي ما انتم شايفينها بتلفل بصوا بجري ازاي في العين تحرك لمن وشمال تخش جوه البيت وتطلب واللي جنبها نفس النظام ليه بقى؟ انا طالب منك تنزل في اول كومنت طالب منك تنزل في اول تعليق تحت في تعليق تحت وتكتب ليه الارانب ممكن بتتحرك بسرعة كده وتابعي الفيديو الفيديو هتعرف في الحل في ايه خليك معاي تبص هنا الارانب الصغير هنا بتعمل ايه؟ وقف عند العلافة وقف عند العلافة وقف عند العلافة ليه؟ العلافة دي ما فهاش علاقة على فكرة فاضية وقف عند العلافة والارانب الثانية تتحرك كتير برضو ايه زمانتم شايفين ليه بتحركوا دولة تدير بتحركوا ليه؟ ايه زمانتم شايفين بصوا العلافة بصوا العلافة وقف عند العلافة هتموت نفسها وقف عند العلافة كده هيا كده اكلوا ده عشان انشرة البطيخة دي بصوا همتصب انشرة البطيخة على فوق النافص بصوا اعملوا يومة عشان بس انا اقمرات الفيديو ده للاخ بس اللي او بيتكلم بيقول بيموتوا من انشرة البطيخه اهو عايزك ذكو حتى تبس الشيخ في المنظر لقد تشور كله يجذاف عشان ياخده القشر هاو لاحظ بس سمحوني عشان أنه دقق بس هاو واحد منهم طلع رأسه علشان يأكل القشر ها 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 شايفين بسم الله ما شاء الله كان الحاجة اللي عاوزها بدخل طيب انا بحط القشر بقاطعولهم هنا كده بحطولهم هنا? لا القشر بحطولهم جوه بس انا ما بحطش القشر جوه كتير يعني فيه ناس بخارطوا الاول بحطة السوارة خالص بحطولهم في العلاف لا انا بحطولهم اه فارجوا يعملوا مع القشر ايه? ثانية واحدة ايه 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 اذا كنتم شايفين بصوا ال� sudden نفس النظام يدور على القشر البطيخ سأعلم عليها لن تكون هناك أي بيزر منتصك نقوم بيزر نقوم بيزر منتصك يسرع سمحوني لأهضاء يسرع لأكل الأشر تلع الأشرى في فوقه تلع الأشرى تلع الأشرى تلع الأشرى تلع الأفص تلع الأشرى 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 اخذ الأشرى اخذ الأشرى اخذ الأشرى اخذ يسارع لكي يأكل الأشرى اخذ الأشرى اخذ الأشرى في عمبر وصف أخرى اخذ الأشرى اخذ الحركة تقوم بشكل هذه العمبر ويجب أن تكون مريح بشكل مريح والدبح والدبح اشتركوا في القرنة اشتركوا في القرنة اشتركوا في القرنة هناك فوقت اخر مرة اشتركوا في القرنة وعلى شان لا يقوموا بإجاهات حرارة و قلت احنا ممكن نجيب بخاخ صغير هورغولكم بخاخ صغير زي ده و اعمل لكم فيديو عن البخاخ ده ازازة مية عادية و راجبة رأس البخاخ العادية مش لازم البخاخ الصفر اللي نجيبها اخر مرة و اتها لكم دي لا ممكن بخاخ عادية بخاخ عادية و ترش انت مش محتاج اكتر من الرزاز الرزاز ده بس الرزاز ده هتجيبه على جسم الحيوان حتى الى جسم الحيوان عندما ترشت الرزاز بتاعه هو ده اللي هو محتاجه تمام؟ اشان جو حر و سو ما بتحرخوش ليه مستمتعين اه 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 ما بتحرخوش اه 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 مستمتعين مستمتعين من الماء سأقوم بعمل طبق فوق الشر البطيخ لماذا؟ بتجربة لم ترى شخص أعمالها سأقوم بعملها وقامت معي نتيجة نجحة جدا بالتجربة سأقوم بعمل أكل الحيواني مثل أشر البطيخ أشر البصل أشور التوم الجرجير بقدونس سأقوم بعمل طبق أشر البطيخ سأقوم بعمل الأفص من فوق لماذا؟ سأقوم بعمل كل الأرين بكلها تطلع أو تصحى من مكانها كما ترى كلهم أمين ويحاولون النحياتي والنحياتي لماذا؟ ويأكلوا تمام؟ يحربوا وصحهم من مكانهم تحركوا وتحت نفس النظام كلهم وقفوا وتحت هم لكي يدوروا على أشر البطيخ تمام؟ تمام؟ الآخر سألنا بكده دي أم كبيرة؟ دي أم على فكرة مش أم كبيرة مش عجوزة تمام؟ بس أنا بريحها شوية والأم اللي بتريحها أنا بتلاحها عندي فوق مكان الخلفات تمام؟ تمام، ماشي هل لديك شيء تحتس في المكان؟ سأقولك في شيء تحتس أو لا تحتس بس يا سيدي أنا أكلم كلامي كله ويوجهه للأخ الذي علق عندي على الفيس ويكلمني في الخاص قالي القرنة دي تقشر البطيخ ويتموت لا يا عم وسمحني كلمة عم دي إن أنا بعمل للناس كلها كأنها أخوات لي تمام؟ ما بفرقش بين حد والتاني كل الناس معايا هنا أو في صفحة الفيس أو في إيميل بتاع الفيس أخواتي وأصدقاء لي تمام؟ بالنسبة للكلام اللي أنت بتقول القرنة بتموت من قشر البطيخ وكلام ده وده مش صح لأنك أنت القرنة ده عندما تدينه حاجة مليانة مية أو مش عاوز حاجة مليانة مية تمام؟ هو عنده مية بتاعته هيشرب من المية أو من حلمات المية مش محتاج أنت تدينه مية حاجة فهو مية والأخ قال ابني قالي أنا ديت للقرنب بقدونس مخصول لا بقدونس المخصول يا باشا عشان تبع عارف ما يجراش الأرنب أي حاجة متقلقش يا عم تدينه على دمانتي تدينه بقدونس المخصول وعلى دمانتي ولو جراله حاجة أنا هديك أرنب من أرنب اللي عندي تعال اختار الأرنب اللي عجبك وتعال اخد اللي انت عاوزه أكتر من كده وده بدمان أه الناس اللي كلمتني كمان على الفيس وقالتلي هو في حدي بطلع الأرنب بدمان أي عم أنا بطلع الأرنب بدمان حضرتك ايه الضمن؟ اقول لي ايه الضمن؟ الضمن حضرتك ما بتيجي تاخد قبل ما تاخد الأرنب بتكلمني قبلها بأوروك سورة للأرنب تمام كويسة على سنة تجي لما كانت تشوف الأرنب بتقول لي أنا جاي هشوف الأرنب مش تقول لي إن جاي وما تجيش انت عشان اضمن انت جاي او متجيش ممكن اخليك تحول لي مبلغ بسيط جدا حتى لو عشرة جنيه هتحول لي على الخط الخط بتاع المبنيل علشان تبقى فيه تمام وهترجع تاخد الحاجة تمام دي حاجة حاجة التانية الضمان مني انا ليك ان قبل ما تاخد الارنب بخليك تفحصه فحص جيد كي ان انا اللي باشتريه مش انت او بوريك الارنب كل جزء في الارنب لو فيه جارة بقولك دخلي بالك ده وفيه حاجة ما تاخدهوش وقبل ما اجبهوه لك من العنبر وبتجي تستلم من المكان عندي قبل ما تستلم بقولك الارنب فيها مشاكل ما تجيش تاخدها النهاردة تعال بكرة بما ان انا بقولك تعال بكرة مش معناها ان انا بقولك لا ما تجيش بقى خلاص انا اللي عشك من انت شحنتي بها الكارت ديت او شحنتي بها ان شاء الله الفيديو جماعة لتكملات اخرى شكرا لكم اشتركوا في القناة